شوفي ما فيش أمة في العالم وما فيش أمة على مدار التاريخ عندها قيمة الانتماء والهوية القوية اللي عمر ما حصل لها أي تشوش زي الأمة المصرية احنا على مدار التاريخ خضنا حروب وخضنا ثورات وخضنا تجارب احتلال وقومنا احتلال وقدرنا ان احنا ننتصر فيه معارك وحروب كتيرة وكان فيه محتلين جواب احتلوا مصر على مدار السنين ولكن ما قدروش يسيبوا أي بصمة على الهوية المصرية دي عظمة الشعب المصري على مدار السنين والقرون كمان فعلا يعني يقولك فيه بلاد كتير احتلت يعني حتى فرنسا مثلا تلاقي بلاد زي المغرب زي تونس كلهم بيتكلموا باللغة الفرنسية لان الاحتلال أثر عليهم لكن احنا في مصر يقولك ما فيش كلمة احنا اللي علمنا الاحتلال يتكلم عربي ويكلم مصري مش بس كده الشخصية قوية احنا فرضنا ثقافتنا على كل المحيط اللي حوالينا احنا مع دخول العرب مصر مصر بقت هي اساس اللغة العربية مصر رائدة في كل حاجة هي بتبقى فيها في العلم في الاقتصاد في الهوية في المجتمع في العسكرية تاريخ مصر العسكري مشرق ومشرف وضارف في العمق بشكل غير طبيعي اكتر بلد اعتقد عربية في الوطن العربي كل طفل بيتمنى لما يكبر ينتمي للكلية العسكرية وينتمي للجيش المصري يقولك انا عايز ابقى في الجيش انا عايز ضابط جيش عايز حارب عايز ادفع عن بلدي مش بس كده واحنا اطفال اجيب لك ايه بدلة ضابط بدلة ضابط اجيب لك بدلة عسكري بيبقى فيه عندنا بذرة انتماء واحنا صغيرين ليه فكرة الجندية وشرف الجندية يمكن مصر على مدار تاريخها كله اول ما المواطن المصري بيمسك سلاح وينضم للعسكرية بحق انصارات كبيرة جدا